السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي طلاب تلتاعدادي زي موعدتكم. هنحلم بعض مع بعض تتجربات الوحدة الاولى كلها. اول حاجة صفحة 30 في كتاب المؤسر. بقول لك. طيب. دي حضانة. حضيقة نباتية. ايوة. حضيقة المدينة. حضيقة عامة. طبعا ايه. الحضيقة النباتية. بقول لك. هادي ورازين كده. مميز لا. حريص. مميز ولا معناها مسالم. يبقى طبعا ايه. مين بقى العربيات واللوري واي حاجة بتستخدم الطريق. محطات طبعا لا. أجزاء. المواني طبعا مين. ترافيك اللي هو حرجة المقور. فرادي مرنن. is a very peaceful time. the word peaceful means. يعني يوم جمعة الصبح ده وقت مسالم. وهادي. كلمة peaceful هنا معناها ايه. poor and quiet. ممله وهادي لا. good and modern. كويس وحديث لا. ancient and ugly برضو لا. يبقى ايه. calm and quiet. هادي وهادي. طيب. the synonym of modern. اللي هو مراضف. modern حديث. اللي هو ايه اللي زيها. اللي هو old. اللي طبعا ده antonym of modern. طب ancient برضو antonym of modern. famous. ملهاش علاقة بكلمة modern خالص. يبقى كلمة ايه. new. او new. اللي هو جديد. the word a can be the opposite of boring. عكس boring. near يعني قريب. ولا excited. ولا exciting ولا interested. طيب. هو ايه الفرق بين excited و exciting أصلا. excited لو انا بوصف شعور حد. وحاسس بيه. exciting لو انا بوصف حد أو حاجة. فعكس boring. exciting. شيق. مش excited. excited معناها متشوق. فعكس ممل شيق. طيب. the suffix a gives the adjective from the word help. suffix اللي هي اللاحقة اللي تيجي في اخر الكلمة. طب هو اللي helpness لأ. طب helpment لأ. طب helping لأ. طب helping لأ. يبقى helpful. متعاون. عشان نجي بالصفة. the prefix a gives the opposite of the word usual. unusual. unusual لأ. طيب ir usual لأ. ill usual برضو لأ. يبقى unusual يعني غير معتاد. usual معناها معتاد. unusual يعني غير معتاد. صفحة 31. ولكن there are a lot of monuments and luxor. فيه أثار كتير في luxor. monuments here means a of the past times. old buildings ولا leather buildings ولا fresh buildings ولا modern buildings. طيب. enjoyable and exciting. لو حاجة ايه تبقى enjoyable يعني ممتع وexciting شيقة. طيب. boring لأ طبعا ده اللي عكسها. tiring يعني مرهقة لأ طبعا حباد سيئة لأ طبعا ما يعني interesting. they arrived at school at seven o'clock. the underlined word arrived means arrived معناها ايه؟ thought يعني فكر ولا bought اشترى ولا reached وصل ولا played لعب طبعا مين؟ reached. طيب. the pyramids are one of the most wonderful a in the world. طيب. moments يعني moments لحظات ولا monuments اثار ولا dictionaries قوميس ولا corners يعني زوايا طبعا مين؟ monuments اثار. i have a lot of colorful fish in that. عندي سمك كتير ملون فين؟ في المتحف؟ لا. في البنك؟ لا. في المكتب؟ لا. في المكتب؟ لا. طبعا يبقى من اكواريوم؟ قلنا لو متحف الاحياء المائية او حط سمك بتاع عليه اكواريوم. طيب. اسمه عليها is beautiful. zero eight buildings and interesting monuments. فيها مباني ما لها بقى ويك طايفة؟ لا. دعا اقول لك beautiful جميلة يا اخي. طب. ناترى مباني طبيعية يعني ايه؟ مباني طبيعية. بش حاجة اسمها مباني طبيعية. بورنج مملة لا. طبعا يبقى ايه؟ attractive جذابة. my uncle is very good at sports. ايه ات هاندبول؟ يعني عمي شاطر جدا في رياضات او بيمرس رياضات. وايه بقى الهاندبول يبقى specially وخصوصا في الهاندبول او كورتلياد. was a lot of a on the roads is this morning saw mister احمد was a was late for work. ايه بقى طبعا ايه؟ care دي يخلي بالك care. اللي هو عناية peace معناها سلام. traffic ولا juice طبعا ايه؟ traffic يعني كان فيه زحمة فوصل الشغل المتاخر. a is a large area of water with land around it. حتة مليانة مية. اا وحواليها ارض. خلي بالك. لو قال لك حتة ارض وحواليها مية تبقى island. خلي بالك من حتة دي. مية ارض وحواليها مية تبقى island. وما لا مية وحواليها ارض دي باي؟ oasis واحة. طيب بعد كده سيدي بقول لك ايه is something that people built to remember an important person or event. يعني اللي الناس بنوه عشان يفتكروا حدث مهم او شخص مهم يبقى طبعا ايه؟ mountain. جبل لا اكوريوم لا اكوريوم لا بانك لا ايه بقى امين. monument. اثر. طيب. ايه بقى you can make an adjective from the verb use by adding use. يوزل لا. يوزلي لا. يوزشن لا فيش حاجة اسمها كده يبقى طبعا ايه؟ useful يعني مفيد. we can form the word peaceful from the noun a peace. سلام ونخط لها full يبقى peaceful. to give the opposite of the word natural we add the prefix يبقى this natural لا طبعا. air natural natural. im natural يبقى unnatural يعني غير طبيعي. الاظر park has a lot of attractive gardens. the word attractive means attractive معناي not good مش كويسة ولا dirty قذرة ولا عقلي قبيحة ولا beautiful جميلة. طبعا beautiful. this machine does many things. it's very آلة او مكينة بتعمل حاجة كتير قوي. helpless ولا careful ولا peaceful ولا useful. يبقى طبعا ايه؟ useful يعني مفيدة. we always age shopping on mondays. يبقى طبعا اخلي بقى لك go shopping. ومالا لو عندك do يبقى do the shopping. go shopping او do the shopping. يبقى ايه؟ go shopping. Adam ate to his work late yesterday. arrived to. لا. طب reached to. لأ. found to. يبقى got to. اللي الماضي من get to. خلي بقى لك to. اما لو قال لك in يبقى arrived in عادي. او arrived at. اما له get to. طيب نيجي بعد كده على صفحة 38. برضو فتابل في نفس الوحدة. i usually go to the sports center in friday. احنا قلنا ايه? in on at. شهور ايام ساعة. ف friday ده يوم ايه? ايه? طيب. the museum is a good place to go. ايه the weekend. طبعا ايه? on the weekend. ايه فانا قطل اتناية الاسبوع. he was born march 15th two seven six. خلي بالك. هو لو قال لك two seven six. هتقول له in. لو قال لك march هتقول له in. وما لا يوم خمستاشر. فانا قصد بها يوم. احنا قلنا نسا قلنا شوية in. on at. شهور ايام ساعات. فالايام بتاخد on. فانا قصد هنا على يوم خمستاشر. في شهر مارس. يبقى ياخد ايه? on. طيب. بعد كده بقول لك ايه? i always go to the park in saturday mornings. طبعا saturday يوم برضو. فاي ايام بتاخد on. طيب. on lunch time i visit my cousins. طبعا قلنا ايه? اتاخد at. at lunch time. فادي goes shopping on the afternoon. لا. ايام الفترات اليوم بتاخد ايه? in the afternoon. the library is on the museum and restaurant. خلي بالك بقى عندك مكانين اهمت. يبقى مكانين على طول بختار مين? between. هي بين. كذا وكذا. طبعا عندك مكانين يبقى طول بختار between. the library is opposite to the bank. two. مين بياخد two? ايوه. next. saturdays i get up at seven. برضو الايام بتاخد ايه? on. طيب. she usually gets up in harvest eight. الساعة تمانية ونص. قلنا الساعة بتاخد ايه? لوسي was standing off the right of the picture. يبقى. on the right. على يمين الصورة. from the station. go straight. امشى الله طول اسماني. go straight. on. in. i did the curse word five minutes. وقت محدد يبستخدم ايه? in five minutes. يلوه في خلال خمس دقائق. طيب. they like to visit luxor at winter. لأ برضو احنا قلنا الشهور. وفصول السنة والسنين بياخد ايه? in. they travel to the hub at holiday. طبعا ايه? on holiday. في العجازة. he's not here at the moment. يعني دلوقتي على حالا اسماني. at the moment. my house is on the a of the street corner. طبعا ايه? on the right او left. right of the street corner. يعني على يمين النصية. farmers usually start working. ايه بقى dawn. at dawn. وقت الفجرية يعني. clause were very different in the 18th century. في القرون برضو بتاخد in. شهور مواسم او فصول. سنين قرون عقود. بتاخد ايه? the bus arrived a ten minutes. طبعا ايه? in ten minutes. يعني هنا مش arrive in و arrive at. مكان صغير بي. لا هو هنا بقى ده وقت. مش مكان اصلا. in ten minutes. معناها في خلال عشر دقائق. طيب. نيجي بقى على lesson one or two. او الاكسرسيز على lesson one or two. او الحاجة سيدي بقول لك ايه? finish the following dialogue. nether and maher are planning to visit the museum. hi maher would you like to visit the museum tomorrow? yes, it's a god idea. فاسأله سؤال قال له. it opens at nine. shall we go by metro? خلي بالك. it opens. وعندك وقت. يبقى هاسأل. وين? طيب عندك opens. فقال ما احطط له اس. يبقى هستخدم does. وبعدين الفاعل. اللي هو it. وبعدين open. يبقى when does it open? بيفتح امتى? فقال له. نروح بالمترو. فقال له حاجة. اما سأله سؤال. قال له. the first metro train leaves at eight. يبقى اي? او او اي واحدة. فسأله سؤال يعمله. the first metro train leaves at eight. يبقى. برضو. ده وقت يبقى when. وبعدين برضو حاجة لك فالة زاد اس. يبقى اسأل ب does. وبعدين. the first metro train leave على بعضها. the first. metro. train. leave. خلي بالك يا شباب انا وقفش اكتب كده. لازم اكتب بجنب. فعشان كده الخطة تلعب الحشية انا اه. فهتقوله شو لحد بقى. how long does it take to get to the station? هو هيخد وقت قدي. فقال له حاجة اعمل له. is the station far from the museum? هي بعيدة او كده. يبقى طبعا وقت طويل. مثلا هقول ايه? half an hour مثلا. have. وطبعا اول حال في capital. an hour. نص ساعة. مثلا. فقال له هي بعيدة اوه عن المتحف. yes it is. أيها بعيدة. yes it is. طيب. a means more than usual. اكتر من المعتاد. يبقى ايه? specially. يعني حاجة مميزة. تبقى اكتر من العادي شوية. is the opposite of modern. عكس modern. الو ايه? traditional ولا new ولا fashionable ولا unusual. طبعا يبقى ايه? traditional يعني حاجة اقليدية. مش حاجة مستحدثة. the synonym of the word usual. معنى usual. مش عكسة. معنى usual اللي هو ايه? normal. حاجة عادية. فحاجة بدهية. طيب. to form the a from the word peace. we add the suffix fall. طبعا peace يعني سلام. peaceful يعني مسالم. او هادي طبعا دي صفة يبقى ايه? she arrived home later today. the word arrived can be replaced by. ايه طبعا ايه? وصلت. we can give the antonym of the word known. by adding the prefix. ايه بقى? unknown. يعني غير معروف. طيب نجح لبعدي كده. بولك يا سيدي. متوح is a beautiful city. there are a lot of attractive ايه? attractive places. اناكن جذابة. here is in the city. the a in متروح is slow. and there isn't much pollution. يبقى? the traffic. حركة المرور بطيقة شوية. فما فيش تلوث كتير. متروح is a but it isn't boring. يبقى متروح is peaceful. مسالمة. او هادية بس مش مملة. there are a lot of things to do. specially a the weekends. طبعا ايه? add the weekends. يعني فقط لتنات الأسبوع. طيب. i never got school fridays. طبعا الايه بتاخد ايه? on. يبقى? on fridays. i live a small village. in the south of Egypt. طبعا ايه? live in. يعيش في. judi goes to the sports center. in the afternoon. on Saturday. طبعا ايه? in the afternoon. i have tennis lessons at. الساعات بتاخد ات. the shopping center is opposite to. خلي بالك تاني عندك two. يبقى استخدم مين? next. to the station. طيب. بعد كده عازك تكتبها بارغراف. 100 كلمة او 110 كلمة. عن اه. review on اسماعيلية. مقال نردي عن اسماعيلية. قلنا المقال النردي ده انت بتكلم فيه عن مميزات وعن العيوب وعن رأيك انت. فانت ممكن تقول لي مسلا ان ده هي مميزاتها مسلا مدينة هادية ومدينة جميلة. وفيها مباني جذابة. بس عيوبها مسلا ان هي ممكن تكون بعيدة عننا شوية. او ان المواصلات فيها قليلة شوية. وهكذا. طيب رأيك انت رأيك الشخصي بقى شايف ان هي مدينة جميلة فعلا. ولا شايف ان هي مملة ولا ايه. فانت تبدأ بقى تتكلم ده. انك تكتب لي مقال نقضي فتذكر فيه. review عن اي حاجة. تذكر لي فيه المميزات والعيوب. وبعد كده بتقول رأيك الشخصي في الاخر. كده بقى انت عملت review صح 100%. فطبعا بقى حضراتكم اه اللي هتعملوه. لان البرار الراف بالذات. انا بحب شكتب البرار الراف ولا بحب اقول لحد يعمل كزا. لا اكتب لي انت برار الراف. وبعتقول لي هتلاقي راكم الوضع على الواتساب. وانا هتوصل معك بقى لو في حاجة هنقول لك لا معلش شيل دي. طب زود دي. طب نقص دي. لا اسأل الجملة دي كده مش مزبوطة. هنزبوطها كزا وهكزا. وكده يا شباب هنخلص بقى الدرس الاول والتاني. وهنزلوك الثلاثة ورابعة الواحد والخمسة وستسة الواحد. عشان ما معاش ايه طولت عليكم يعني. فهستنون ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.